إلى قطاع الشغل كشف وزير العمل والتشغيل وضمان الاجتماعية فيصل بن طالب اليوم عن إحصاء 102 خدمة إلكترونية بقطاعه بعدما ارتفع عددها من 86 مع إطلاق عدد من الخدمات الجديدة وهو ما شدت به وزيرة الرقمنة والإحصائيات مريم بن ملود التي قالت أن قطاع العمل من أكثر القطاعات اهتماما بها الرقمنة جاء هذا على هامشي يوما إعلامي حول الرقمنة نظمته وزارة العمل التغطية لأحمد رشدي الذي يأتي للتعريف بواقع الرقمنة في قطاعنا ويجدر التذكير بأن مجموعة الخدمات الرقمية التي تم تطويرها على مستوى قطاعنا في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتي تستوعب كل شرائح وفئات المجتمع باعتبار أن دائرتنا الوزارية قطاعاً أفوقياً وقد بلغ مجموعة هذه الخدمات مية وثنين خدمة منها ستة وثمانين خدمة إلكترونية تم إدراجها سابقاً في البوابة الحكومية للخدمات العمومية إن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد قطع شواطاً كبيرة في رقمنة المعاملات اليومية لمصالحه مع المواطن ضمن طلبات الخخص لا سيما في طلبات الضمان الاجتماعي في سياق آخر كشفت وزيرة الرقمنة والإحصايات مريم بن ملود عن عدد من المشاريع الحكومية في مجال تطوير الرقمنة بمختلفها القطاعات وعلى رأسها قانون جديد للرقمنة مشروع الاستراتيجية الوطنية للرقمنة التي ناكف على تدسيدها حالياً بنظرة استشرافية 2034 مع وضع مخطط عملها الخماسي 2024-2029 إلى جانب قانون الرقمنة الذي ينظم ويؤثر ويضبط مجال الرقمنة في بلادنا كما أطلقت الوزارة حالياً مشروعاً هاماً يتعلق بإنجاز البنية التحتية الاستراتيجية للحكمة الإلكترونية ألا وهي إنشاء مركز البيانات الحكومي الـ DataSanta Gouverneur Montal الـ Cloud Gouverneur Montal الحوسبة الحكومية والبنية التحتية الشبكية للحكومة المؤمنة